المسؤولية عظيمة جداً على الأزهر الشريف وعلى كل المراجع الإسلامية بعد الثورات العربية لأن هناك صدعات حصلت في المجتمع سواء كان بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين وغيرهم فالمفروض أن نعود إلى رسالة الإسلام الوسطية المعتدلة التي أصلاً هو يتبنها الأزهر وهو أبوها وأمها الأزهر فلذلك لا بد لنا أن نعود إلى هذه الرسالة مرة أخرى لا بد أن يكون هناك عمل على نشر هذه الرسالة وعلى أن يكون هناك لدوات ومؤتمرات ولقاءات لبث روح الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام بين المجتمع لأنه للأسف انتقلنا من حالة وسطية إلى حالة تشددية تعصبية لا أكون إرهابية ولكن سأكون أنها تشددية تعصبية لأن هناك أصبح عندنا حب من الانتقام حب من التسلط على الآخر حب من الاستئثار بالموقف أعتقد أن الأزهر الشريف في ظل الهجمة الحالية عليه هو مطالب بمضاعفة جهوده لكنه في نفس الوقت مطلوب من الجميع أن يلتفوا أيضاً حول الأزهر أقصد أقول أن الأزهر يحتاج حالياً إلى دعم كل الوطنيين كل المخلصين كل الشرفاء كل من يريدون الحفاظ على هوية مصر العربية الإسلامية الوسطية السامحة أريد أن أسألك كيف يمكن ترسيخ قيم التعددية السياسية الدينية تحديداً بالنسبة لحضرتك في المجتمعات الخليطة التي فيها اتجاهات مختلفة إن كان مذاهب أو غيره لأن حضرتك التعددية دي مفهوم قرآني إحنا بس المسلمين لو عرضنا القرآن كما هو دون أن نتدخل فيه بخلفيات سياسية أو خلفية ضائفية أو خلفية مذهبية القرآن هو يعني ربنا سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين وربنا سبحانه وتعالى حينما خلق الناس خلقهم ليكونوا مختلفين ولو أراد أن يخلقهم على مذهب واحد عقيدة واحدة لون واحد لغة واحدة ملة واحدة عقل واحد لخلقهم ولكن إرادته سبحانه وتعالى لم تشأ هذا وإنما شاءت الاختلاف ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين هذا أصل القرآن أصل القرآن طيب إذا كان الاختلاف هو القاعدة الأصلية في الخلق تعامل سيكون على أي اساس برضو نص القرآن وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إذن ليس لتصارعوا خذ لبال حضرتك الحضارة الغربية الآن للتصارع لأن الصراع هذا قانون عندهم الآن قانون بدأوا يحلون به أو يكسبون به إنما القرآن التعارف التعارف أن أعرف ما عندك وتعرفين ما عندي وأن يكون بيننا نوع من التألف إذن القرآن يؤمن بالتعددية وأنها قانون إلهي يؤمن بأن العلاقة بين الناس المختلفين هؤلاء هم هي التعارف حتى يؤمن بتعددية الأديان لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجة حرية الرأي أنا معلش ممكن أنا مش عايز أفيد كثيرا حرية الرأي حرية أعتقد كل هذه أسس موجودة في القرآن لحن لو عرضنا هذا هذا كلام من ذهب فضيلة شيخ يعني اليوم اللي عم يشوف الاقتطال المذهبي والديني وغيره هذا ضد القرآن يعني هذا يمثل حقيقة الإسلام نعم يعني ربنا مثلا لما يلوم النبي صلى الله عليه وسلم على أن نحريص على أن يدخل الناس في اللفل مع أن نحريص على أن يدخلهم بالحكمة والمعوزة الحسنة وليس بالقتال ومع ذلك فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا هكذا القرآن مليء بأن الإنسان تحترم حريته لو إحنا عرضنا إلى أن خزنا القرآن بهذه المفاهيم خلاص يعني نختلف ليه ونتضاحل ليه بس ما هي كان بيصير اليوم دي أسألك عن أقباط مصر هل أقباط مصر بخطر؟ لا الغرب يصور هذا ولكن هذا كلام غير صحيح والأقباط أنفسهم يقولون ذلك هم عصيين على استغلال الغرب؟ نعم وأنا أشكرهم على هذا لأن طبعا الناس لهم وطن ولهم بلد ولهم يعني أجواءهم العاشوا فيها ولدوا فيها وهم يقدمونها على كل مؤامرة غربية هل الدستور المصري الذي يعني وافق عليه الأزهر يحمي للأقباط حقوقهم تواجدهم الكامل؟ نعم ولحضرتك الأزهر هو الذي وضع ولأول مرة في الدستير أن تكون يعني للأقباط عقيدتهم ودينهم في أحوالهم الشخصية وفي عباداتهم وفي رموزهم الاختيار الرزق الدنيا وأن يرجعوا إلى دينهم في كل ما يمس أمورهم العقدية والعبادية طب إذن من يحرد على الاقتتال؟ يعني الهجوم على الأقباط هجوم على الكنائس من أين عم بيجي كلها؟ هو أمران أولا السوء السقافة التي سادت ربما في العقود الأخيرة وغزتها تيارات دينية من الضرفين وجعلت الناس يشعرون أو كثيرا من الناس يشعروا بعضهم تجاه البعض بشيء من التوتر وشيء من التوجس وشيء من انتظار هذا أمر بحيث أنه لو نشأت أي مشاكل اجتماعية مثلا أو مشاكل زراعية أو فردية لا بد أن يستدعى الدين لتلبس هذه المشكلة في النهاية سوب الدين وبدل أن تكون مثلا مسألة خناكة على أرض تبقى خناكة على أنت مسيحي وأنا مسلم هذا الجو هو الذي يجب تغييره والذي يعمل الأظهر الآن من خلال بيت العائلة على تغيير هذه الثقافة من خلال لجان متعددة جدا لجان تتولى التعليم الكتب وأخيرا برضو مجموعة من القساوس ومجموعة من الأزهريين المشايخ أخذوا تدريب بشكل مع بعض بحيث أنه يظهر القسيس ويظهر الشيخ الأزهري ليخاطب الناس وينزل المسلم بدين الرحمة وينزل المسيحي بدين المحبة فإحنا محتجين إلى تغيير الثقافة الجماهيرية في هذا الموضوع وهذا ما نعمل عليه الآن واليوم هل الجو مناسب في مصر تحديدا؟ جدا ومفتوح ومناسب برأيك مناسب وخطونا خطوات عديدة جدا وفتحت مراكز أو فروع كثيرة جدا لبيت العائلة في المحافظات في غير القاهرة وأصبح عندنا التدريب الجماعي للشيوخ والقساوسة مجتمعين مع بعض يعني في أكثر من دورة وبدأوا يعني ينزلون إلى الشارع وينزلون إلى الناس وأيضا نتولى مثلا عندنا لجنة للإعلام لجنة للتربية والتعليم وهكذا والشباب وجدنا حقيقة أن الناس إذا وضح لهم الأمر عندهم السعدات قوي جدا للالتقاء وللقفز على هذه المشكلات المصطنعة وهي مشكلات مصطنعة ومستغلة نعم فضيل الشيخ بدي أسألك آخر أسئلة لو سمحت ماذا تقول للحاكم في مصر؟ أقول للحاكم والله أنا طبعا هو رجل صديق وأعرفه جيدا ورجل يعني يعمل من أجل مصلحة مصر كل ما يعني أضالبه أن يكون يعني أن يجمع كل الفرقاء وكل المختلفين وكل الضوائف السياسية والحزبية تحت عباءة رئاسة أو رئيس جمهورية مصر ماذا تقول للمعارضين لهم؟ المعارضين يعني أن يتحركوا إلى الأمام قليلا وأن يمدوا أيديهم إلى المصالحة وإلى التوافق الوضعي ماذا تقول للحاكم في العالم الإسلامي؟ الحاكم في العالم الإسلامي أيضا أن يعمل على أن يعيش الناس في سلام وفي أمان سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين خارج العالم الإسلامي فالسلام العالمي رسالة الإسلام وهي رسالة حقيقية من رسالة الإسلام هل تؤيد الحفاظ على معاهدة كم ديفيد؟ أنا لست سياسيا برضو مرة أخرى ولكن أنا ضد هذا شأن عربي إسلامي نعم شأن عربي ولكن ضد أن نخطو خطوات غير محسوبة تدفع فيها الأوطان العربية أيضا ثمنا ونحن في يعني وضع لا يسمح لنا بأن ندفع ثمنا غاليا مرة أخرى مواجهة عسكرية يعني أصدقوا أن لا ندفع في المفاوضات قد يكون إنما يعني إذا درست هذه الأمور دراسة حقيقية وتأكدنا من أن نستطيع أن نتحلل منها ونكون أقوياء ومستمرين لما لا؟ أنا بتشكرك فضيلة الشيخ شيخ الأزهر لإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب لو وجودك معنا في هذه الحلقة برجع بعيد حقيقة كان كلامك من ذهب كما هو جوهر الإسلام نحن بنعرفه لازم المشاهدين والسامعين يعرفه شكرا لحضورك معنا شكرا جزيلا شكرا لحضورك معنا